موسيقى مساء الخير في مثل شعبي قديم بيقول من حكم في ماله فما ظلم يعني كل واحد فينا حر يتصرف في أمواله في ممتلكاته زي ما هو عايز وبالشكل اللي يناسبه من غير محد يحسبه غير ربنا ومن بعد ربنا دائرته القريب زي مين مثلا زي مراته ولاده في حالة ان هم لقوا مثلا هيضيع فلوسه او يتصرف تصرفها ده غلط لكن أميرة بطل القصة حقيقية النهارد فجأة لقيت أطراف تانية بتحاسب أبوها على فلوسه وممتلكاته وبيتدخلوا في حياتهم بشكل غريب لدرجة ان أبوها دلوقتي بقى عايش في أزمة كبيرة جدا تعالوا نسمع حكاية أميرة من أولها ونشوف بعدها تقول لنا اين اسمي أميرة وعندي 22 سنة من قصيوت طول عمري عايشة في معاناة بسبب تصرفات كتير غلط بشوفها حوالي وماليش يد في اني أغيرها وأكبر تصرف غلط كان نفسي أقف وشه وأقوله لأ هي عادة موجودة في عائلتنا وعائلات كتير حوالينا في البلد بتخليهم لما تحصل حالة وفاء وبتيجي بنات الميت تطالب بحقها في الورس يردوا عليها وبكل بجاحة ويقولوا ما بنورسش حريم الموضوع ده حصل كتير حوالي مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة حصل مع صحباتي وزميلي وكانت الصدمة الأكبر لما حصل مع أهل أمي جدي من أمي لما توفى كان سايب أراضي كتير وكان عنده تلات سوبيون وأربع بنات فخلاني منعوا أخواتهم البنات من الورس وقالوا لهم ما بنورسش حريم دي أرض أبونا وأجدادنا وطول عمرنا محافظين عليها وانتو دلوقتي بنات متجوزين كل واحدة فيكم في عسمة راجل ايش فهمكم انتو في الأراضي والزراعة ولا يكش تكونوا فاكرين انكم اتخلوا جواسكم يدخلوا في أرضنا ويخشها حد غريب بعد العمر ده كله ورموا لأمي واخوتها البنات كم ألف وقالوا حقكم تاخدوه ناشف لكن الأرض لا مع إن الفلوس اللي رموها لأمي كانت قلب كتير من حصتهم في أرض جدي واتهضم حق أمي واخوتها منعا للمشاكل اللي كانت ممكن توصل للدم وردينا بالمقسوم وقتها والدي ما رديش يتدخل رغم إن أمي فوضته يجيب لها حقها بس هو قال لها مش مستعد مش مستعد أسمع إني بتدخل عشان طمعان في أرضك ومش بعيد يفهموني أو يتهموني إن أنا لم سلطك جوزك الحمد لله عنده أرضه وحالته مستورة وإلي إخواتك أسروا فيه أنا سد بدلهم فواضي أمرك لله وعند ربنا مفيش حق بيضيع وأي حاجة تحتاجيها أنا عناية لكي من غير بقى ما نخش في صراعات ممكن تضيع الدنيا كلها مش بس كده ده ساعات كان الأهالي بيعملوا تصرفات ضد الرحمة والأخلاق تحت حجة إن ده شرع ربنا ومحدش فينا بيعمل حاجة غلط أو حرام زي زملتي اللي كان أبوها خلفته كلها بنات وبعد ما مات كان ما عندوش غير شقة عايشة فيها صاحبتي واخوتها البنات وأمها المريدة مريدة السرطان فاجوا مع أمامها وصمموا يبيعوا الشقة عشان سعرها يتقسم على كل اللي داخلين في الورس كم إن أبوها ما كانش مخلف ولاد ساعتها البنات ترجوا أمامهم ما يبيعوش الشقة وقالوا لهم دي الحاجة اللي فضلة من ريحة أبونا ومناش بيت تاني نعيش فيه لو الشقة تباعت أما أمامها قالوا لهم ده حقنا وشرع ربنا الشقة هتتباع وكل واحد لو حق في الورس هياخدوا وبعد كده هيتبقى نصبكم تعملوا بي اللي انتوا عايزينه الحق ما يزعلش حد وماتت أم صاحبتي من صدمتها وقارتها والشقة فعلا تباعت ولقيت صاحبتي نفسها في الشارع هي واخوتها البنتين ووصل بيوم الحال إن هم بقوا عايشين في شقة إيجار صغيرة اتدهورت حياتهم وبقيت بقس ومحدش من عمامها اللي تكلم باسم الشارع والحق بقى يسأل فيهم لما الدنيا دقت عليهم كل التفاصيل دي كانت بتوجع أبويا جدا خصوصاً إنه الحمد لله بيعرف ربنا وفاهم إنه زي ما فيه شرع فيه حاجة اسمها روح الشرع وفيه حاجة اسمها وصاية وتعاليم في الدين الناس مش بتركز فيهم وقت الوفاة قد ما بتركز في المراس والفلوس لكن ما بيركزوش في صلة الأرحام ولا في البنات اللي ما لهمش حد بعد وفاة أبوهم ولا في إنهم إزاي يسطروا ببنات وما يخلهمش محتاجين لزل السؤال للأسف يا أمير كلامك على قد ما بيوجع ويداي بس كله صح أنا شخصياً شفت ده بسمعت عنه في قصص ناس كتير جداً حوالي ربنا سبحانه وتعالى حطلنا في المراس بالذات أدق القواعد والتفاصيل والشروط بس حط مع بقية الورث أو الناس اللي بتورث وصاية كتير بالرحمة صلة الأرحام حب إحسان لكن البشر اتعودوا إن هم يطباوا إيه الجزء اللي على هواهم بس من الشعر إلا من رحمة ربي تعالوا نكمل كل المواقف دي كانت بتأثر في أبويا اللي كان دايماً بيحزن ويكتئب ويدرب كف على كف ويقول رحمتك يا رب هي الناس بقت وحشة كده ليه خصوصاً إنه لما أبوه مات أبويا مش بس إدى أخواته ببنات حوقهم لكن كمان إديهم فوق حقهم بزيادة زي أخته اللي كانت أرملة وعندها ستة عيال والدي إديها جزء من ميراسه عشان يساعدها وعرض ساعتها على أخواته الولاد إن الراجل ياخد زي الست بس هما رفضوا لحد ما في يوم أبويا اجتمع بينا وقال لي أنا وأمي وإخواتي البنات مستحيل أقبل إنه كنت تبهدلوا من بعدي زي ما بيحصل حواليا في بيوت كتير إحنا بقينا في زمن صعب جدا الناس فيه بقي الديابة وكل واحد بيدور على حتة اللحمة اللي فاكر إن إيها تشبعه وتغذيه ومش فارق معه بقى حد غيره عشان كده لازم كل حاجة أنا خايف منها تتحسم وأنا عايش قبل ممشي وأسيب كل المجهول وممكن أهلي اللي شايفهم دلوقتي طيبين وإحنا ينين الفلوس تغيرهم لما موت وزي ما بيقولوا الفلوس بتغير النفوس أمي ساعتها بكت وأنا وإخوتي سألنا هتعمل إيه يا بابا رد وقال أنا هوزع صروتي عليكم على حياة عيني هكتب لكم كل ما أملك ومحدش هيتدخل أو يدخل فورسكم ويدايقكم من بعد ما موت واكتشفت بعدين إن أمي فتحت أبويا في الموضوع ده قبل كده كتير بس هو كان بيسكت ساعت ويرفض ساعت لأنه كان بيخاف يكون ده ضد شرع ربنا لكن هي دايما كان بتفكروا بإلا حصل معها واللي بيحصل في عائلات كتير ما كانش حد يصد إنهم ممكن يعملوا كده ساعتها حسيت بالخوف سيرت الموت نفسها وفكرة إن بابا يبقى بيقفل أوراقه وحساباته حسستني إنه بيودعنا وقرى بيمشي ده غير خوفي من حاجة تانية مهمة يا طرى هيكون في رد فعل ورد فعل لأهله هيبقى إيه؟ لو عرفوا باللي عملوا ويا طرى هيعرفهم من دلوقتي ولا هيسيبها لهم مفاجأة لو لا قدر الله توفى وجات لحظة توزيع المراس بس القدر ما سبنيش في حرتي كتير إيه اللي حصل يا أميرة؟ تعالوا نشوف تعالوا نكمل أنا عارفة إنكوا عايزين تعرفوا زي بالزبط إيه اللي حصل إن بابا لما راح الشهر العقاري عشان يكتب كل حاجة باسمنا حد من هناك كان يعرف أمامي وحكى لهم على اللي حصل وفي يوم لقينا بابا راجع مبرز علين جدا وعرفنا إن عمامي وجدتي أم أبويا اجتمعوا بيه في دوار العيلة وعدبوه على اللي عملوا وقالوا له إحنا مش بنعد بك عشان طمعنين في حاجة من فلوسك لكن بنعد بك عشان اللي انت عملته ده تعرف وزي ما وصلنا أكيد هيوصل لأهل البلد الناس هتقول علينا إيه؟ طمعنين فيك وإنت بتحمي بناتك ومراتك مننا ما كانش العشم ما كانش العشم أبدا إنك تصغرنا وتحطينا في الصورة دي متشكرين لحد كده ومن النهاردة إنت وعيالك ومراتك في حالك وإحنا في حالنا ولسانك ما يجيش على لساننا أبدا مشكلة أنا بفكر أرجع كل حاجة زي ما كانت وصلح أمي وإخواتي إنتوا رأيكم إيه؟ ساعتها أمي خرجت عن شعور وقالت له إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إنت جاي على أكتر قرار صح عملته في حياتك وعايز ترجع فيه؟ قال له أنا تصرعت وصدمت الناس معي أقرب الناس لي قالت له لو كانت نييتهم كويسة ما كانوش كبروا موضوع على الدرجة دي وبالكتير كانوا عدبوك وكلمة منه على كلمة منها قفلت معي يرجع كل حاجة زي ما كانت وهي قفلت معيها تسيبه لو رجع في كلامه وقالت له وعاك تفتكر إني طمعانة في حاجة إذا كان على اللي أنت كتبه باسمي خده لكن اللي كتبته باسم بناتك مستحيل مستحيل أقبل أنت ترجع فيه دلوقتي ودلوقتي أنا وإخواتي خايفين وقلقانين ومش عارفين نعمل إيه ولولنا نعمل إيه رسالة جميلة لحد هنا وخلصت رسالة أميرة رسالة بتقول كلام جوه بيوت كتير جدا في مصر ومسألة ما بقتش مسألة ورس ولا مسألة شارع قد ما بقت مسألة رحمة صح ومسئولية نحن نشير الأمانة بعد ما يتوفق أبو البنات بالذات مش بتكلم حتى على اليتام والصغيرين لو فيهم رجالة بعد وفاته نلاقي نفسنا خلص قصاد رهان محدش بيبقى عارف مين هيكسبه الإنسان ولا الشيطان يطرى بقى بابا أميرة غلط لما قرر نهو يكتب كل سروته باسم بناته عشان يحميهم ولا غلط لما فكر يرجع في كلامه عشان ما يخسرش أمه وإخواته طب لو هو رجع في حاجة زي ما كانت يعني رجع في اتفاق ورجع كل حاجة زي ما كانت هل إخواته هيسامحون ما هي ترجع لما جريها تاني مراته طيب وأم بناته ممكن فعلا تنفصل عنه زي ما هددته طب البنت الغلبانة أميرة دي وإخواتها مفروض يعملوا إيه في موقف زي ده خصوصا إن أميرة شايفة أنه حسب حكايتها قصص كتير صعبة كلها بتتعلق بالميراس الظلم اللي بيحصل في توزيعه إحنا نقطع صلة الرحم عادي بعدما كل واحد بياخد حقه بيحصل عليها خنقات كتير جدا على الفيسبوك زي ما بتشوفه إنه البنت المفروض يعمل إيه مفروض يسيب لهم حاجة طب يكتب لهم إيه طب أنتوا زعلانين ليه طب هو لو حد زعلان ده حقه ولا مش حقه دي بتبين صدقه بتبين صدق نوايا لأ تفاصيل كتير قوي محتاجين نتكلم فيها محتاجين نعرف إيه الصح من الغلط عشان ما حدش في الآخر يجي ويقولك طمعون هي مش طمع هي كل واحد اللي وجهت نظره والحق ما يزعلش حد استنونا بعد الفاصل قصة النهارده عن الميراس وخبايا النفوس اللي بتزهر بعد وفاة الميت خصوصا لما يكون أبو البنات حاجات كتير جدا بنشوفها شفنا أهالي الميت اللي بيدوروا على حقهم في الورث بحجة إن دا شرع ربنا وأول ما ياخدوا نصبهم لا بيسألوا على بناته ولا بيشوفوهم حتى محتاجين إيه ولا حتى يزوروهم معين دا شرع ربنا برضو وده اللي خلى ولد أميرة يفكر إنه هو يكتب صروته ويوزعها على حياة عينه زي ما بيقولوا على أميرة وإخوتها البنات وكمان مراته بس لما أهله عرفوا قطعوه وقالوا له الناس تقول علينا إيه طمعنين فيك وإنت بتحمي بناتك مننا مكانش العشم صغرتنا وحطت يعني راسنا في الطين وبقينا منظرنا كده قدام البلد متشكرين لحد كده ومن النهاردة أنت وعيالك ومراتك في حالك وإحنا في حالنا ولسانك ما يجيش أبدا على لساننا ولأن والد أميرة طيب خاف على زعل أم وأخوته فكر يرجع كل حاجة زي ما كانت بس مامتها قالت له لو عملت كده يبقى كل واحد فينا من سكة عشان كده ومنورنا ومشرفنا النهاردة دكتور خالد عبد الفتاح رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الأداب جامعة حلوان أهلا بك أهلا بحضرتك ونورني النهاردة يا دكتور أول مرة في قصة حقيقة شرف بحضرتك ربنا يخليك شرف لك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك الحقيقة قصة ما هيش جديدة قصة متكررة وبتعكس جزء أو جانب من جوهر عداية وتقاليد وأعراف المجتمع الماصري طيبة المجتمع الماصري خضية متعلقة بالميراس وخاصة ميراس المرأة جزء أصيل أصيل هنا مش بالمعنى الإيجابي يعني بس أنه نعم مورثات غلط أصيلة بقى متركزة جوا فيش فائد بالضبط في عقلية المجتمع المصري خاصة في القطاع الريفي اللي منزوره للأرض محمل بنوع من التقدير الشديد والصروة ومنسج عليها كتير جدا من الأحكام والأمثال يعني إيه البنات ما تورسش في الأرض ليه؟ أصل الموضوع أن البنات بتنسب لعائلات أخرى أو بتنتقل إلى عائلات أخرى بحكم الزواج وأن السماح بتمكنها من ميرسها في الأرض معناه تقليص في حجم ملكية الأسرة ونقل جزء من الأرض لحيازة عائلات أخرى بس أولك على حاجة وما في الآخر مش بيبيعوا الأرض فاق أحسن تطلع بفلوس وتغور يدغور منهم أيا كانت متخيل؟ يعني لما بشوفها كده يعني ساعات بطبطب عليه ما أقول لها كده قالها الأرض تفضل قاعدة موجود ويورسوها من ده لده لده وفي أراضي ما بتبقاش زراعية فبنخليها وخلاصي إما بالبني يعنيها بيت أو ملهاش ورق أو ملهاش ورق مكتوبة كده ابني كبير ياخد الأرض فمش بإسمه حضرتك فانية تطلع بفلوس مش ده برضو ممكن يكون جانب إيجابي حتى لو كان ملالين بجد حتى لو كان أولفات زي ما طلعت مامة أميرة جانب إيجابي أو سلبي كاستفادة شخصية لها هي ترجع حسب ظروف كل شخص إنما في حالات ممكن تبهي متمثقة بأعمل حاجة تانية يا دكتور أحيانا بيعملوها إنه بيبقى كل حاجة بالنسبة لهم اللي هو مباحة إنه يعملها يعني في عائلات ممكن تقولك سمعتها قبل كده في الريف إنه ممكن يقوله ببنت تاخد زي الولد عشان حرام مثلا لو هي ما تجوزتش أو لو هي ظروفها سهيئة أرمالة لا هي موجودة موجودة عند البنات وعند الولاد في ظروف عائلات بعينها عائلات بعينها من حكم الترابط ومن حكم التنشئة والتربية وخلافه إن لو الأسرة أو العيلة مرت بكرسة معينة وفاية مباكرة للأب أو العائل فبيظهر نوع من التضامن خاصة مع الحالات اللي ممكن نوصفها بالمعنى الاجتماعي إن هي حالات ضعيفة ضعيفة يعني فيه ابن لسه في مراحل التعليم فلسه عايز انفاق على تعليمه وعايز انفاق على تنجيزه أنا عرف عائلة عملت كده في أخ صغير دفعه تمن جمعيته والحاجات دي وحتى لما جهو يدلوا بميراس يعني ميراس مثلا كان زمان رقم لما قعدوا يوزعوه له عشر تلاف وعشر تلاف كان مليون وشوي قعدوا يوزعوه له عشر تلاف وعشر تلاف ميراسه كله راحة طيب بيجوز ما معرفش الجوز لا انا بقول بالمعنة العكسي ان الاسر بتتضامن تتنازل عن جزء مين ميراسها من مستحقها ما شفتهاش كتير انا شفتها بس ما شفتهاش كتير انا بقول لحضريك ندرة بس موّت موجودة انا اقول لك انا مش هاول اسفوختي حتى لو هي توفد مش هاول اسفوخويا طب الراجل ده كان غلطان لما عمل كده انه يكتب لبناتهم ليه غلطان ليه عيب يا دكتور انت زي بي تقول كده الناس تقول علينا ايه هي مرته طمعانة فيه انت زي بتطلبي من جوزك حاجة زي دي انت طمعانة ما هو هنا بس ناخد في الاعتبار مش رد فعل افراد العيلة المقربين افراد العيلة المقربين تم من سياقهم في هذا السلوك تقديرا او اعتبارا ليه احكام او نظرة المجتمع المحلي اليوم يعني انت مقتنع يا دكتور ثقافة المجتمع المحلي اليوم انت مقتنع انهم عملوا كده عشان ثقافة اللي حواليهم يعني هما ما افوروش او يعني بما معنى ان هما كانوا بزيادة في رد فعلوه الناس تقول علينا ايه دي مهمة جدا في الريف ايه مشكلة الناس تقول علينا ان احنا صح وموافقين ان اخونا هيعمل كده عشان هو عنده بنات يا فاند انا معاك اه مايردوا انا معاك لو ردوا انا معاك لو ردوا بس جزء كبير من سلوكياتنا في المجتمعات الصغيرة اللي العلاقات فيها الناس عارفة بعضها علاقات مباشرة بيتم الاغذف لعبعين لاعتبار نظرة المجتمع المحل لتصرفاتنا وسلوكنا اه يعني ما حاجات بسيطة صغيرة يعني هعمل عزا دا ايه الناس تقول ايه هنا ولا هنا هعمل مناسبة هنا ولا دا تديفن هنا ولا هنا دايما بتبقى محكمين في سلوكنا بنظرة الناس لنا الناس هتشوفنا ازاي كما لو كانت هذه التصرفات جزء من الشكل اللي انا بظهر به امام هذا المجتمع المحل طب بفرد كان اخواته قالوا لا احنا نطلعهم من الارض ونقدرها زي ما احنا عايزين يعني بعد ما هو عمل كل دا وبيحاول يضمن حوقهم برضو اخواته يجوا في يوم الايام او لما يتوفى يقولك لا احنا نطلعهم من الارض وإحنا اللي بنقدرها مش هما اللي بيتمنوها اما مين بقى بيتمنوها عند مين بيبقى فيه زي خبراء مسمنين لالارض الصراعية اللي هو ما يقولو Зايزين يشتروها اه فيسوق فيسوق لا فيسوق لا لاش فكان هو يحاولوا عقوة لا 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 في اسعار للارض الصراع يعني انا عرف انه في مثلا قريب كان فيه ارض مثلا 750 يقول لك لا عشان أطلع منها وأنت تطلع منها أديك 250 وهو كده مفوضة أنا قريبك فأنت تعديلي يعني بتشوفها دي موجودة أو يبخس حق البنات بالذات في الأرض موجودة إنما على النقيد كمان بتشوف نوع من النزاعات اللي بتوصل لحد الصقر في الخلاف على الأرض الزراعية أو الميراس يعني بيوصل التطاحن كده وبنقرأ وبنشوف حالات قصص كثيرة جدا وبنشوف أبناء بيبصموا الأب بعد وفاته حتى ساعة أم أميرة تعمل معها كده برضو فرصة وإلوها ببنات ما بنورسش بنات في الأرض وبتاع يعني لو بابا أميرة أو جوز الست دي اللي هو بنحكي القصة عنه النهاردة قال لا لا أنا مش أتدخل أنا مش أتدخل عشان اللي أنت عايز أنا أدهولك عشان ما يحصلش دم أو ما يحصلش كده مع أهلها يعني عندك ممكن يحصل آه طبعا طبعا وممكن المسألة تتطور فعلا يعني هم أبجد بيطلعوا البنات من الأرض طب البنات لازمتها إيه بقى فايدتها إيه في العين لو في المجتمع بما إنك باعها لمجتمعها تقولي لأننا كده حسنا فيه ما فهم كلها غلط فايدتها أن هي نص المجتمع هل هم مقتنعين بده اللي احنا بنتكلم النهاردة وبنعملهم قصة حقيقية أنا بس أقول برضو إن في نفس البيئة المغلقة دي بنشوف نساء ممكنة من حقها من الأرض بنشوف نساء بتنمي بتنمي حيازتها من الأرض الزراعية وإحنا بقصد إن احنا بنتكلم عن الأرض الزراعية لأنها في نطاق مجتمعات بعينها هي جزء أصيل من الصروة مش كمل فلوس النقدية المكانة للشخص وهبته في مجتمعه وقريته وخلافه بتقاس بحجم ملكياته من الأرض الزراعية طبعا أنت عندك قد إيه بس أنا هسألها بقى حارك حارك مش شايف إن نوايا أخواته بجد كويسة يعني ما شفتش من بين السطور إن هم أصلا حتى برضو مش بيورسوا في الأراضي هندخل في النوايا ليه طيب لا أنا بأخذ بالتصرفاتك ممكن تبقى كده أنا تصرفاتك ببتعجبنيش ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده هو طالما طالما بما إنك عالم اجتماع ودكتر وديرس إيه إيه دا لما أريد بين السطور نحسك منهم مني حسنا بنبص الحاكتين بأمانة الحاجة ببص الحاكتين الحاجة الأولانية تصرفه مخالف للقانون لا ده تصرف قانوني تصرفه مخالف للشرق لا ده تصرف بس الناس هتقول علينا إيه يا أخوين ما أنا بقول لها حدريك تصرفه من النحية القانونية والشرقية تفتكر لو كان محدش عارف الموضوع ده كان هيبقى هم ليهم التصرف ده بعد ما هو يموت وإلك هيتكلموا علينا ومشن نودهم لا كان ممكن ياخدوا منه موقف من البنات موقف آه من قصدي كده آه ياخدوا موقف في مسافة ولسانك وتخطب لساننا ولا نكلم حد فيكم بالزبط طب ده شرع ربنا ده ده حق ربنا الزملاء بقى ومتخصصيت تعال بقى نسمع رأيين دي معنا الشيخ ريدا النصر ألو كبير أئمة وزارة الأوقاف يا شيخ ريدا أخبار حضرتك إيه أعمل الحمد لله أعمل إيه كويس الحمد لله أنا ببسط قوي والله العظيم يا شيخ ريدا وحضرتك معي الله يبارك فيك الله يخليك ويسعيدك ويرضيك أنا بعايز أسأل حضرتك إيه حكم الشرع الشخص اللي بيكتب صروته باسم بناته وهو عايش عشان ما حدش يدخل معهم في الورث يعني بعد ما يموت المراس حضرتك من المواضيع الهامة اللي بيشتكي منها الكثير جدا يا مولانا وللآسف ونحن على اعتاب اليوم الآخر بنشاهد قضية الحرماء أو التحاير على أكل المواريف صح فكم من المرأة حرمت المرسة ويتيم وضعيف لم يجدوا لهم ناصرا بعد الوفاء إلا المولى سبحانه وتعالى صح ومما يزيد من الألم والحزو الشديد إن الظلم يقع للأسف الشديد من أقرب الناس إلى أهل الميت صح يا مولين أنا عايزة أقول لكل واحد يتنعني الآن المراس هو وطية الحق العباد والذي يتأمل فرائد الإسلام يرى العجب فالحق فرض على أهل الإسلام ولم يبين لنا عدد الركعات كالصلاة صح وكذلك إخراج الزكاة والصيام والحاج إلا الموريد ربنا سبحانه وتعالى بيانها وأعطى لكل وارث الحق هو أكل مال اليتيم يا مولانا أكل مال اليتيم يا مولانا حرام طبعا لا يعني ده بيبع حكمه في الآخر عايزة تسمعهم كده حبيبت الله صلى الله عليه وسلم رأى عادة أسرية به قوم يقذفون بالحجارة من ناع لا إله إلا الله يضعوها في أفواههم وتخرجوا من جمورهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه السلام من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتام ظلما والحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيسبعون سعيرا طيب أنا عايز الحرك بيام مولانا هل الراجل ده كان غلطان لما كتب سروته كلها على حياة عينه لبناته ومراته الأب إذا كان بالغة عاقلة مختارة غير محذور عليه وليس مريضا مرض موت أدحايا ده في الأب يجوز الأب تتابة أمواله على حياة ببناته ولا يوجد عليه اسم سرعي كلها يا مولانا كلها أو جزء منها كلها بشارط كل سروته بشارط إيه بك؟ بشارط بشارط أن لا تكون نيته حرمان باقي الورثة من المرأة الله يعني لو هو نيته أنه هو يأمن معيشة بناته لحد ما يتجوزه أحبايا ما الذي حمله على فعل هذا؟ أحبثني السؤال به لو فعل ما فعله ليضمن لبناته لحياة مستقرة حياة كريمة بعد الوفاة يساعدهم في المعيشة تكاليف التعاليم والزواء يخشى عليهن عدم عط الأقارب عليهن في هذه الحالة بيع أو هبة جائزة حتى ولو كان البيع سوري كلها حتى ولو كان البيع سوري كلها نورتني يا مولانا بشارط أنه يبقى في نيته أنه مش عايز يحرم حد أو شيء ضغينا أو أنه يكون بيمنع رزق حد الله يفتر عليك بس كده هي بالبالد يا مولانا نورتني وعلى رأسه ويفترها على حضرتك لا أقول لحاجة في برنامج حضرتك أنه يتعزج الأمور بأسلوب بسيط الله يخليك يا شيخ رضى على رأسي الله يخليك تسلم لي وعلى رأسي وإنت حضرتك كده تغذب حد سنة النبي صلى الله عليه وعلى رأسي يقول للصلاة والسلام حبيبنا السيدنا جابر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بلغة نفهمها الله يا رب نوصل لكل الغلابة وكل الناس اللي محتاجانا وكل الناس اللي احنا ممكن نفيدها ولو بكلمة نورتني يا شيخ نصر الدين كبير أئمة بوزارة الأوقاف نورتني وعلى رأسي يا شيخنا نكمل بقى دكتور خير نتكلم بقى هو بلغة البلد يعني تصرف قانوني وتصرف شرعي خلاص طب حتى لو كانت مامتو هتزعل منه مفروض هو يعمل ايد الوقت يا فندم ما فيها ملهاشة اللي هيزعل من تصرف أنا لأغضبت فيه ربنا ولا أغضبت فيه القانون خلاص يزعل أنا باخدش حاجة منها طب لو هي مراتو كتقرت له كتب لي كل حاجة باسمي وأنا وزعهم على بناتك ده عادي ولا تكتبهم باسم بناتو أحسن لأ التصرف الأنسب الأنسب يعني ربما الكتابة لإسم الزوغة يصير حفيظة الأهل بالفعل آه لكن لما يبقى البناتو يبقى دمهم يبرد شوية دمهم برد لحمهم مبناء طب هو رأيك أنه يرجع كل حاجة زي ما كانت عشان ضغطوا عليه لا يفند لا قطع قطع لا حتى لو هيخسر مامته وإخواته وشخصية حسسة جدا ومكتاب يا فندم لو هم عندهم استعداد يخسروا ابنهم عشان تصرف هو بيأمن فيه مستقبل بناتو اللي هو ما حدش ضمنه عمره حتى لو يعيش لوحل وطبيعي جدا 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 النفس أمره بالسوء طبعا وهو لو ساب الموضوع من غير ما يأمن مستقبل بناتو أو يبقى ضامن أنهم اتجوزوا أو يعني اشتغلوا أو ضمنوا مستقبلهم بشكل أو بآخر هو ممكن يعهدد مستقبلهم لو ما عملش هذا التصرف ليه لأنه فعلا النفس أمره بالسوء طبعا والنفس ضعيفة وهو أصلا لو عمل كده ورجع كل حاجة زي ما كانت ورجع لهم يتكلم معهم تاني هل هيصفوا؟ لا ولا الترافين بالمناسبة صح طب ومراته فعلا ممكن تسيبه زي ما قالت نتحسس التهديد ده حقيقي وبناتو لو حصل لهم مشكلة في المستقبل هيكرهوا يعني بالزبط مش هيترحموا عليه ومش هعملوا له صدق جالي يعني النفوس مش هترجع صافية زي ما كانت طب أنا بأعيز أعرف النحل زي مشكلة اللي حصلة دي بقى كلها يعني لو كل راجل احنا قلنا له النهاردة حقك أنك تكتب لبناتك هل دي ممكن يكون حل تدمن لهم مستقبلهم يعني إيه تدمن لهم مستقبلهم يعني وارد جدا المسألة متفاوتة من حد لو وارد جدا حد يقدر يأمن مستقبل بنته أو بنتينه ويفيد ما يسيبه لإخواته أو لولدته ولينسيبه لهم ما احترامي لهم حتى لو احنا ما نعرفش بكرة في ايه واتقف وامل لها مستقبلها بس مش عامل حساب ان هي هتكوش المستقبل ما نعرفش إمكانيات كل شخص لا حتى لو مع ملايين ما ممكن تتصرف على علاج يا دكتور اللي ممكن حد يتعالج هنا ممكن حد يتعالج برا ما أنا بقول لحضرتك ممكن واحد بيأمن مستقبل بناته بعشرين فدين أرض اللي بواحدة وعشرين السدوة عامل زي زي البخيل وأنا أريد لك مثالي مثلا بالبخيل وأنا فقال لك يقع حتتين حلاوة وبيضة كل يوم وتمام هنعمل ايه فهي كل فكرة في العلاقة بالميراس اللي هو المجهود أو الصروة اللي تم جمعها من مجهود وتعب الأب في حياته سيدي حتى لو مشتعب هو خده من أبوه ونماهم حتى لو مشتعب ما هو خد زي زي إخواته أيوة ما توقفين بس هو الفرق إنه واحد مخلف كله ولاد بالزبط فعايز يديلهم تاني بالزبط فما نديش لبناته أنا رأيي إنه هو ما يرجعش في قراره وده تصرف طب في مجتمعنا ده أنا مش أسألك مين الفلوس غيرته أنا هقول لك لو أنت تقولي النسبة يا دكتور الفلوس فعلا بتغير النفوس والفلوس ما غيرتش مين يعني قولي كده مين اللي أنت شفته فلوس ما غيرتوش لما يلاقي فلوس الفلوس ما بتغيرش شرايح بعنها لا فيه الفلوس ما بتغيرش شرايح بعنها وبقول شرايح يعني شرايح شريحة اجتماعية مجتمعية أيوه شريحة اجتماعية زي مين معنى رقم واحد ناس أو شريحة اتعرضت في تنشئتها الاجتماعية لتقدير ما للمادة تعرفهم إن مش هو ده أو مش هي دي الإنجاز أو كل ما يمكن أن ينجزه البشر في حياته بما معناه خليني أترجم الشبعان على طبلية أبوه بالزبط وقيتين اللي يقدر قيمة علم أو قيمة إسهام ودور ورسالة في الحياة للآخرين نحو الآخرين مش هي اللي بتعمل لك قيمة بالزبط مش هي فلوس أنا اللي بعمل يعني مثلا أنا لما نضرب أمثلة ببعض الفئات المهنية اللي العائد المادي منها ضعيف ومع ذلك نلاقي الناس متشبسة بممارستها نقول لك أنا مش عايز لو حاجة لو هتيجي على حد بالزبط ده بيبقى إيبا هو عنده قناعة بأداء دور أو رسالة دي ما بيجيش من فراغ أو نبل اللي بقى قليل أو اللي بتيجي بالأيب وشرايح تانية هي ممكن تبقى ثرية بالفعل بس جعين أو مش بقدر الصراء الفاحش يعني بس هي يعني ثرية بالفعل والصراء المتجزر أو المتأسس أو بهذا الشكل بيغرس في نفوص البشر نظرة حقيقية للمادة غير ودي برضو بنلاقيها مصاغة في أحكم شعبية أمثال شعبية يعني غير اللي بيكون صروة فجأة أو بدون مجهود لا يا دكتوري اسمحلي نعرفها عارك وش عايز تقولها ودي أنا هاختم بيها غير الشبعة بعد جوا المحدثين النعمة أيوا المحدثين نهم النبو نورتني يا دكتور برسي جدا يا دكتور أهلا بيك يا فانا نورتني أديكوا سمعتوا كلام الدكتور كلام الشارع استنونا بعد الفاصل محتاجة أتكلم معك يا أميرة وأتكلم مع بناك كتير استنونا عايزة أقول لكم قصة أميرة هي قصص كتير قوي من بنات وستات دايما بيبع عندهم مشكلة لما ما يكونش عندهم أخ ولد فبنيجي ساعة الورث نسمع كلمة واحدة شارع ربنا والحق ما يزعلش حد ما بيفكروش في أي حاجة بيكتشفوا أن الناس كتير قوي داخلة معهم في الورث كلهم بيقولوا نفس الكلمة اللي قلتها لكم شوي شارع ربنا والحق ما يزعلش حد مع أن ربنا سبحانه وتعالى لما حط أسس وقواعد الميراس حطها عشان يخلي فيه عدل ورحمة ومحبة بين الأهل لما نيجي نوزع التركة الأقربون أقولوا بالمعروف بس بعد ما بياخدوا حوقهم بيفضلوا محافظين بقى على صلة الرحم والود والسؤال والاهتمام مش خدتوا منهم حق ربنا ما تدولهم حق ربنا ربنا ما قالش أن احنا نقعد إيه نفتكر قريبنا لما يموتوا لمجرد أن لنا مصلحة في صروتهم أو هنورس وبعد ما ناخد نصبنا نرجع تانين نختفي وما نسألش عليهم حتى ما نشوفهمش محتاجين إيه لما الشرع قال أنه الزكر لي حظ البنتين قال كده عشان البنت أمانة غالية في رقبة أخوها هي تاخد حقها وتكون مسؤولة عن نفسها لكن هو هياخد ورثه هيكون مسؤولة عن نفسه وعن بيته وعنها بما أنها شرفه وعرضه لما ما يكونش المتوفي ليولاد عنده زكور أو رجالة المفروض أن كل أهله قريبه يكونوا أمناء على مراته وبناته أمانة كبيرة صح؟ هيتحسب عليها قصاد ربنا قصاد رب العباد لو أثر أو ما سألش أو ما وقفش جنب البنات بعد وفاة أبوهم الورث يعني عقد الصروة هتاخد فيها نصيبك هتاخد النصيب بتاعك ده بس فيه مقابل يعني خد نصيبك فيه مقابل إنه مسؤولية ربنا أكلفك بيها إن أنت تدفع حقها بمؤدم الورث اللي ورسته مش خالتي وخالتك وتفرق والخالات زي ما بيقولوا بالبلدي كل ده وإحنا بنتكلم عن الجزء اللي يخص أميرة في قصتها ما تكلمناش بقى عن بقي قصص الفرعية اللي عدت عليها أميرة وهي بتحكي زي بعض العائلات اللي بترفض نيت دي ستات حقها في الأرض إن لك لا عندنا الستات بتورس في الأرض في الآخر يرموا لهم شوية فلوس فكة كده زي ما حصل مع أم أميرة يا حرام بحجة إنه الستات مش هتعف تحافظ على الأرض أو إن جوازهم هيدخلوا في الأرض فما ينفعش ما ينفعش حد غريب يدخل في أرضنا زي ما بيتقال لا أرضنا إحنا أرض أبوية وجديو مع إن جوز أختك أنت بتقول عليه غريب ده أنت ديته أختك سعر اتجوزها خلف منها بقى شخص يؤتمن على أختك وشرفك وعرضك في الحقيقة أميرة عايز أولك على حاجة بقى أجمل حاجة في قصتك رغم كل الحاجات الوحشة اللي فيها إنها بتفتح عينينا على النظام الاجتماعي كلنا محتاجين نعيد في النظر نعرف يعني إيه معنا كلمة أهل إيه هي حقوقهم إيه يعني إيه الواجبات اللي عليهم نبص تاني على بيوت كتير عندهم نفس المشكلة واثقة إن رسالتك دي هتقلب عليهم المواجع وهم كده عمانين يفتكروا اللي مروا بيه من ظلم من أقرب الناس ليهم ولا الأهم من كل ده نحن نقعد نفكر في فهمنا لشرع ربنا خلاص إلا هنقف بين إيه دي كده ونتحيسب محدش نزل قبره مع حد وبخصوص بقى تصرف والدك يا أميرة أنت سمعت كلام شيخنا وعايز أقولك ما بيهتمش محتاجين كده تعودوا وتتكلموا فيها أنت وإخواتك ومامتك وباباكي وتشوفوا بقى أهل لولدك موقفهم إيه كانوا بيعملوا معاكي إيه يعني جدتك عملتلك إيه عمامت بيعملولك إيه طب هما ناس وحشة في إيه طب في منهم خوف ولا كانوا احنا ينين وبيجوا لكم على طول وقريبين منكم ومحتاجين كمان إيه بقى أنه باباكي يعمل قاعدة مع أخواته ومامته ويفتح لهم قلبه ويفهمهم وكان قصده إيه يا طيب خطرهم كده بكلمتين سمعت معنا نصايح وتوجيات الدكتور كمان سمعت المدخلة تاني بعد هالك لأنه أهم حاجة رأي الدين في الحاجات دي يا ربي يكون كلامنا نفعك بحاجة وعايز أقول لكم على حاجة أنه فعلا المشكلة دي مشكلة كبيرة جدا وزي ما كنت بقول لكم أنه بنلاقيها على الفيسبوك وبنلاقي خناقات وإلي 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 يعني أنا قصة قبضتني وأنا بحكي قصة صاحبتها اللي خدوا الشقة عشان يورسوا فيها وحتى ما استنوش أن البنات تتجوز وما يستنوا ليه مشكلة أن الفلوس بتغير النفوس وده بجد أو الزنقة ما هو ممكن غزبا عنه هو يكون عامل حسابه وأنه هو مش ياخد الفلوس ويقول خلاص لكني يجي ساعة الزنقة ويقول لك لأ بس أنا عايز أقول لك على حاجة أنه ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك إحنا ما عندناش في العلاء في حاجة اسمها كده اللي بيموت وعنده بنات إحنا كلنا بنسيب نصبنا أو خلاني وخلاتي بس موضوع الأرض اللي سمعته ده ساعات بيبقى حقيقي لو عندهم مصانع موضوع بيبقى حقيقي أو ندي لكم مصنع مش محتاجينه قوي وإحنا عشان إحنا شغالين وإحنا الرجالة وبنجيب فلوس فلازم ببعنا مصانعنا أحسن فدي شفتها عادي جدا أنت محتاج أن أنت تفكر أنا لو عندي بناتها فكر ألف مرة لو خلفت بناتها فكر ألف مرة مع إن إحنا اتنين أنا وأخويا بس فأنا ما بعملش الحلقة دي النهاردة وإحنا بنعمل هنا في قصة حقيقية عشان نخليكم أن أنتوا زي ما بيقولوا كانت تقلبوا علم منكم بس من خليكوا تفكروا تاني بناتكوا أمانة أنت ما تعرفش إيه هيحصل لهم بكرة ما تأمنهم أنت ضمن تعيش لبكرة ضمن مين بيحبه ومين كاره مش لازم يكون كاره يا سيدي ضمن مين هيعملها لله مين هيعمل له يتخيل يبقى فلوسهم أو كان ممكن يبقى حقهم في يوم الأيام أو كان ممكن ما يتحوجوش لحد هيطروا يتحوجو تفكر فيها ألف مرة واللي يعمل رد فعل غير متوقع اعرف من الأول هو كان يتو إيه بس مش أقول لك أكتر من كده وعايز أسمع منكم لأن أنا عايز أعمل على الموضوع ده ديبيت أو نقاش نعمله على صفحتنا على قصة حقيقية ممكن كمان تبعتونا على الواتساب على الفيسبوك على انستاكب على أي حاجة بس المهم أن أنتوا توصلوا لنا أنا عايز أعرف بعد الحلعة دي هتعملوا إيه لأنه كان فيه رجالة كتير قوي خايفة على بناتها بس خايفين يعملوا كده من أهليهم أو من إخوتهم أو من مامتهم ده إحنا سعب نقول يا جماعة لو البنت أبوها توفى وهي ما اتجاوزتش واخوتها اتجاوزوا بعد إذنكم لو فقلبكو زر ترحمه لو حد حتى ما كملش تعليمه وعشان شفتها بعيني لو حد ما كملش تعليمه ممكن نسيب لهم جزء لتعليمهم أو جزء لجوازها وبعد كده نقسم والله 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 ربنا هيبرك لك في فلوسك مليون مر مليون مر وده مش كلامه خلاص ومش كلام تلفزيون ومش كلام إعلام اللهم ما بلغت اللهم ما فشت هاستنى منكم تشاركونا في حلقة النهاردة واستنىكم في قصة جديدة بس تكون حقيقية باي باي